السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الميتينج أداندة بتاعت النهاردة هنتكلم عن السنارك وإيه هو السنارك وفور بربيس هتساعدنا فإن إحنا نعرف السنارك ده بيعمل إيه هنقش الهاشينج والمينينج وكمان جزء من الامج بروسسينج أبليكيشنز للسنارك وبيعمل إيه السنارك والسنارك بيشتغل إزاي وبعد كده فالآخر هنقش الكوميتمنتز وهي جزء كبير من إزاي اللي سنارك بيشتغل والفيات شامير ترانسفور إن شاء الله هحاول أعمل time stamps في الفيديو عشان لو حابب تنط لأي حتة من الpoints دي من غير ما تطير تسمع الpoints كلها أول حاجة إن شاء الله هنناقش إيه هو السنارك زي ما أنا قلت هو succinct non interactive argument of knowledge عشان بس بشكل مبسط جدا وهنخش نشرحه تانية قدام a snark ببساطة يعني a proof it's a short proof بس هو ده اللي انت محتاج تعرفه لحد دلوقتي عن السنارك وإن شاء الله هنشوف يعني ايه it's a short proof وإيه اللي بيخليه proof والكلام الحلو ده كله مع بعض a zk snark هو a zero knowledge snark which is a proof that leaks zero information that leaks no information طبعا ذكرنا zero knowledge proofs قبل كده يبقى zk snark هو نوع من zero knowledge proofs اللي بيليك no information النهاردة no information sorry النهاردة مش هنناقش غير السنارك مش هنتعمق سوري في الزيرو knowledge snarks ان شاء الله ده هيبقى المحاضرات قدام تعالوا نخش بقى في المهمة على طول السنارك ببساطة السنارك ببساطة بيحاول اللي بروف of the validity of a certain statement بيجينريت a proof والبروف ده بيجي في رفاير يبص على البروف اللي بتاعه اللي معمول ويقول معمول بالسنارك ويقول هو البروف ده يعني بيتشكل validity بتاعت البروف ده بتاعه طبعا في وقته قليل زي ما احنا عارفين for example عندنا a statement بتقول i know m such that the m ده لو بدنا فونكشن شغط 256 الاوبوت بتاعه يبقى بزيره عايزين بس نبص على موضوع شرط 56 ده in depth عشان هنحتاج الهاشنج قبل ما نرجع لحتة zero knowledge والtrivial snarks ايه هو الهاشنج الهاشنج ببساطة عندي message المسج دي هنكريبت او هتشينج it into an output بعدد معيد من البيتز شرط 256 هي اللي احنا شغالين عليها دي بتاخد an input regardless حجم ال input ده ده ايه يعني ممكن تبقى كلمة حرف كتاب وبتحوله او equation وبتحوله الى 256 bit string زي ما احنا شايفين تحت ده ده this is a 64 word زي ما بيقولو ده حروف hexadecimal فبالتالي دول كلهم على بعض هيبقوا 32 bytes او 256 bits طبعا ما فيش رسالة في الدنيا هو سهل جدا انك تحول الرسالة من رسالة الى hash function انك تعمل عليها الهاشنج ويطلع لك الهاشت message بالمنظر ده بس صعب جدا انك تعمل العملية in reverse انه يبقى عندك هاشت value وترجعها الهاشنج ببساطة العمليات اللي بتتم عليه بيمسكوا message زي hello world دي زي hello world دي بيعملوا لها padding بيpad المسج دي اسفار من كل ناحية بحيث انها 256 bits وبعد كده بيقسم الpads ده انتو حاجة اسمها chunks او words هنا هيقسمها الى 16 words كل word منهم 32 bits وبعد كده هيعمل الهاشنج كومبيتيشن بيعود يسواب البتس دي ويطلع لك الاوبوب بتاعك يحولوا الهكسا دسمال يبقى بالمنظر اللي عندنا ده ده ببساطة الهاشنج الهاشنج بناخد message نحولها regardless حجمها دي اين نحولها الى طبعا ده انا بتكلم على الهاشنج بتاع الشات و 56 فقط بتحول المسج الى 256 bits او 64 او 32 bytes او 64 hexadecimal letters او words فببساطة ده بس عشان اشرح اللي سلايد اللي قبل كده فبيقولك I know and am such that طبعا دي حاجة extremely rare انه هاشنج تطلع لك حاجة بزيرو بس still it's possible الprobability بتاعتها وطية جدا بس still it's possible فانا عايز ا prove validity of the statement بتقول ان انا عارف certain message ان اللي عملت لها hashing بشرح 256 هتطلع لي zero فعندي طرق بسيطة جدا ان انا اقدر represent بيها او اقدر اثبت بيها الرسالة دي من غير من تطرق في موضوع zero knowledge ببساطة انا هابعت المسج دي هابعت الهاشنج بتاعها هابعت مثلا القيمة اللي بالمنظر ده وهابعت له المسج M وهو او وهو هيقوم قيم هيشوف هل المسج M ده فعلا تساوي الهاشت مسج بتاعتي ولا لا وبكده هقدر اعملت البروف بتاعي انا بعت له البروف وهو الهاشت مسج والويتنس اللي هو الرسالة ذات نفسها وهو هيقيم بنفسه هل هي true ولا لا بس طبعا ده مش zero knowledge نهائيا وبيليك كل الانفورميشن في الدنيا تتديله حرفين كل حاجة بس في نفس الوقت عايزين نبص لنقطة معينة انه هو بيقولك اول حرف في السنوركس وهي succinct succinct means short and fast to verify لو انا مثلا المسج بتاعتي اللي انا عايز افريفايت انا قلت لكم المسج regardless حجمها قديقها هتطلع لي اهاش فاليو مكونة من 32 بايتس فالتسي ان المسج اللي بتطلع لي اهاش فاليو اف 32 بايتس دي عبارة عن 1 جيجا بايت لو هي عبارة عن 1 جيجا بايت فالفيريفاير هيتطر يهاش ا 1 جيجا بايت مسج وطبعا ده هياخد مجهود كبير جدا منه هيتطر يهاش a 1 جيجا بايت مسج بعد كده يقارنها بالهاش فاليو اللي عندنا دي ده المسمى بتريفيل سنورك اول حاجة انا بديلك الاجابة واحنا لسه مش هنتطرق لموضوع زين ونواج زي ما قلنا بس انا بديلك الاجابة والاجابة دي بتاخد منك وقت عملاق انك انت تبروف الفاليديتي بتاعت الاجابة معيني بديك الاجابة ذات نفسها بس انك تبروف الفاليديتي بانك تعمل هاش للمسج ام واتطلع بيها الهاش فاليو وتقارنهم ببعض ده هياخد منك وقت كبير جدا ولا حتى مش لينير الى حجم المسج ام فده هيشيل البيسيك فونديشن بتاع السنورك وهو السوسينكتنس وهو ان البروف يبقى قصير ومش بس قصير قصير وبياخد وقت قصير او وقت سريع انه يتعمله البروفيكيشن يبقى بصينا على الهاشنج برضو عايزين نبوش على شرية ابلوكيشنز للسنوركس من الابليكيشنز تاعت السنوركس البلوكشين تكنولوجي والحاجات دي انا بشرحها عشان هحتاجها ان شاء الله قدامه انا بشرحها كامير اجزامبلز يعني ايه هو البلوكشين البلوكشين ده ببساطة طبعا سمعته انتو عن بيتكوين واثيريوم والكلام الحلو ده كله بلوكشين ببساطة هو يعني زي كتيب كده بنحتفظ فيه بمعلومات بنحتفظ فيه او مثلا اللي تسعين هو دفتر بنحتفظ جواه بكشاكيل او شانون او صندوق او كوموزينو مثلا بنحط جواه كراريس كتيرة فيها لاتجرز كتيرة اللاتجرز دي بتحتوي معلومات عن ترانزاكشنز بتحصل على الاتجين كل كراسة منهم كل بلوك من الاتجين دي بيبقى كريبتو جرافك هاش بيخزن جواه كريبتو جرافك هاش بتاع البلوك اللي قبلي او الكراسة اللي قبلي هما اعتبرهم كأنهم سلسلة ورا بعد كده كل بلوك فيهم بيبقى محتفظ بالكريبتو جرافك هاش الهاش بتاع البلوك اللي قبلي بداخلوا الاوقات بتاعت كل الترانزاكشن والترانزاكشن داتا ستنفسها مين راح لفين ودفع قد إيه وإيه الترانزاكشن اللي حصلت وبرضو عشان for this purpose عشان ما نبقاش ذكرنا حاجة ومرين عليها مرور الكرام ازاي برضو سمعته كلمة ماينينج دي دايما بتبقى مستحبة أو متصاحبة مع كلمة بلوكتشين الماينينج ببساطة هي بروسس إن أنا أفيريفاي الترانزاكشن اللي بتحصل دي حاجة من اللي بتخلي البلوكتشين دي عملاقة والناس يعني بتتهافت عليها إن هي decentralized يعني ما ينفعش حكومة تتحكم فيها ما ينفعش يبقى في عندك متحكمة في البلوكتشين دي هو مثلا يضيف ترانزاكشن يعمل أي حاجة من الحاجات دي طب إيه اللي بيتحكم فيها قال لك أنا بيه اللي بتحكم فيها إن أنا أخلي آلاف أو ملايين البيسيز أو ملايين الماشينز أو اليوزرز هم اللي يعملولي يفيريفاي الترانزاكشن دي كل واحد لوحده ويقدر هو يحطها في بلوك ويربطها في البلوكتشين طب إيه اللي هيحفز طبعا ده بياخد بروسسينج باور عملاقة إنك تفيريفاي الترانزاكشن وتجيب الكريبتوغرافيك هاش بتاع البلوكتشين اللي قابليها وإنك تربط الحاجات دي ببعض إيه اللي هيحفز اليوزرز إنه هم يعملوا مينينج أو إنه هم يفيريفاي الترانزاكشن ويعملوا العملية الجميلة دي هو إنه بعد بيدوهم زي بعد ما بيقدر يعمل إنه هاي add a new block to the blockchain بيديله زي جيزة وهي جزء أو حبة من الكريبتو كورنسيز يعني مثلا لو حد قدر يعمل لو حد قدر يعمل وحط في البلوك وعمل الكلام ده كله نديله a reward of مثلا خمسة بيتكوينز طبعا الموضوع ده بيصعب مع كل سنة لإن البيتكوينز finite مش infinite لإنه كل سنة بيعمل لك بروسس اسمه halving إنه بيقسم الأوبوت اللي انت بتاخده ده بالنص بحيث إنه يبقى عدد العملات أو عدد الكورنسي ده محدود فطبعا كل مرة بيبقى أصعب إنك تحصل على عملة أو تحصل على بيتكوين كاملة ممكن يبقى تحصل على فراكشن منها فالناس تلعب بطريقة أو solution اسمه الماينينج بحيث إنه هو مش واحد بس اللي يعمل الماينينج ويعمل الـ verification للترانزاكشنز ويقاد البلوك للبلوكشين قال لك لا إحنا نعملها كجروب وبعد ما نقاد البلوك ده هناخد مثلا خمسة ستة كريبتو كورنسيز خمسة ستة بيتكوينز هنقسمهم علينا كلنا collectively as a group ده البلوكشين وطبعا اللي بيسهل الموضوع ده إننا من snarks اللي عايزين نسهله بالموضوع ده بsnarks إن إحنا مش عايزين نverify each transaction يعني individually لا إحنا عايزين نعمل حاجة بسيطة إن إحنا نعمل a proof a certain proof والproof ده by verifying الproof ده كل الترانزاكشنز على بعضها هتجت verified طبعا الموضوع ده معقد جدا بس إن شاء الله هنتطرق لي أو حاجة شبيهة به في المحاضر الجاية أو اللي بعدها إن شاء الله يبقى ده an application وطبعا عايزين نعرف البلوكشين for later purposes برضه نقشها وبرضه مجرد العلم بالشيء إن إحنا عارفين blockchain A وإيه الماينين وإيه الماينين بول زيه في برضه تاني application للSNARK أو zero snarks وهي الـ C2PA إيه هو الـ C2PA ده الـ C2PA ده ببساطة هي كان لها تختصار coalition for content provenance and authenticity دي project Adobe وتويتر ونيويورك تايمز شركات طبعا عملاقة عملوهم مع بعض إن هم عايزين يprove أو أو يجارنتي الـ authenticity بتاعة الـ digital content زي الصور والفيديوهات والـ audio recordings وكده عشان طبعا إحنا عارفين فيه تلاعب بيحصل في الصور وتلاعب بيحصل في الفيديوهات الـ editing Photoshop فيه حاجات آلاف الحاجات بتعمل editing دلوقتي وما تقدرش تميز الحاجة من الحقيقة قالك ببساطة إحنا هنعمل إيه هنجيب الكاميرات اللي بتصور أو الـ recording devices اللي بتسجل هنمباد جواها a certain key والـ key ده أو a certain signature أو الـ key ده هي implement الـ signature ده يعني لما الكامير دي تصور الصورة دي وهتبقى حاجة hardware implemented ما ينفعش تbreak it by software هتاخد هت implement الـ signature ده الـ key ده هي implement الـ signature ده على الصورة بحيث إنه لو جبت الصورة دي في أي حتة مثل ما في العالم تقدر تيجي تبروف إن الـ signature ده هو اللي تعمل من الكاميرا وإن الصورة دي ما حصلش فيها تلاعب طبعا ده بيوجهنا بيعمل صعوبات أو صعوبة واحدة in particular وهي الـ post-processing إن مثلا for example أنا a newspaper أنا جريدة أو أنا ويبسايت venture articles ومش عايز أحط الصور كلها مش عايز أحط الصورة كلها عايز أعمل لها crop عايز أحط الصورة مثلا gray scale أحطها في different color channel عايز أعمل لها resizing الصورة دي فبمجرد أن أنا أعمل عليها processing هي ما بقتش بقت صورة مختلفة والsignature اللي عليها خلاص راح فما أقدرش approve validity بتاعتها قال لك أنا عايز حل للموضوع ده إن أنا أقدر أعمل processing على الصورة وفي نفس الوقت أقدر أثبت validity إن الصورة دي اتخذت من الكاميرا أي أن كان أو التسجيل ده اتخذ من المايك أي أن كان قال لك 0 snarks عملت لك حل جميل للموضوع ده قال لك الجريدة هتطلق صورة والصورة دي هتطلق لك الصورة وعملية list of operations اللي هو أول حاجة هتطلق لك الصورة وlist of operations اللي معمول عليها يعني لما تيجي لك الصورة على اللابتوب هيجي لك الصورة والlist of operations اللي اتعاملت على الصورة دي وكمان هي هيمبد approve POI الprove POI ده هيعمل إيه editing software أو المجلة ذات نفسها يبع عندها editing software بيattach approve للصورة دي الprove ده بيستيت إيه إن هو يعرف عنده علم إنه بأسرتين بير البيئر ده اللي هو إيه الوريجينال بير الوريجينال فوتو سوري الوريجينال فوتو بتاعتي والسيجنيتشر بحيث إنه such that السيجنيتشر is a valid C2PA signature متطبع للبروجيكت ده أو البروجيكت ده أو البروجيكت ده بتاعت C2PA on الوريجينال بيكتشر بي وإن الصورة اللي أنا بعتها لك على الكمبيوتر ده هو هي نتيجة عمل الوريجينال اللي أنا برضو بعتها لك على الوريجينال فوتو P يبقى تاني نعيد النقطة دي هو هيبقى معك أنت الصورة المعدلة الكروبت اللي معمول عليها الوريجينال وهيقول لك list of operations أنا مثلا عملت لها resize وغيرت الscaling بتاعها وعملت كذا وكذا على الصورة دي وبعد كده هيديك approve البروف باي البروف باي ده بيقول لك أن أنا كان أن أنا معايا الوريجينال فوتو ومعايا الـ signature على الوريجينال فوتو وأن الـ signature ده valid على الوريجينال فوتو اللي معايا وكمان أن الفوتو اللي أنت عندك على اللابتوب دي هي نتيجة الـ application بتاع الـ operations زي اللي أنا قلتلك عليها الـ resizing والكلام ده على الوريجينال فوتو بتاعتك بحيث أنك تبقى متأكد من غير ما تفضل سايب الـ signature جوه الصورة أن أنا بس أديك البروف أن أنا فعلا معايا الـ signature والـ original photo وأن الـ operations اللي اتعاملت على الفوتو دي هي معمولة على الـ original photo الـ operations اللي اتعاملت على الـ original photo هي لدتني الفوتو اللي عندك دي فده second application of zero knowledge snarks طبعا لسه مش هنبص عليه في حد يقدر يقولك إنه ممكن البروف ده البروف اللي الجريدة ده عملته هيحتاج مسلا ساعات فإن أنا أعمله validation قال لك لأ إنه لازم يبقى snark snark يعني يبقى succinct قال لك إن البروف size مش هيتعدى 1 كيلو بيت يعني 1 كيلو بيت 1 كيلو بيت sorry 1 كيلو بيت ده الconditions بتاعت كل editing software الجريدة اللي هتعمله بحيث إنه هو مثلا لو بتعمل generating لألف صورة مثلا أو مش ألف صورة اللي تسي إنه تعمل article فيها خمس ستة صور والصور اللي بنعملها دول الوقت يتبقى ultra high definition مثلا 6000 4000 بيكسل بحيث إنه نحن نعمل الverification مش verification سوري إنه نبن البروف ده مش هياخد مننا 3-4 دقيق بـ sufficient hardware إنه نبقى عندنا hardware قوي كفاية إنه نعمل الكلام ده ويجنر حجمه أقل من 1 كيلو بيت وياخد verification time من user بقى اللي مع الصورة دي واللابتوب اللي يتفرج على article دي أقل من 10 ميلي سكن إنه ي determine بتاعت البروف ده بعد كنا نخش بقى في building blocks بتاعت السنارك إزاي بنبني السنارك سات نفسه السنارك مبني completely على concept اسمه arithmetic circuit إنه مثلا عندي polynomial بالمنظر ده x1 plus x2 times x2 plus 1 times x2 إنه قدر أrepresent الполانوميال ده في شكل arithmetic circuit arithmetic يعني a circuit بتimplement arithmetic operations يعني multiply times division subtraction وبعد كده هنقدر طبعا يعني قدام هنكتشف إنه مش مش محتاجين كمان division subtraction إحنا ممكن نايمplement أي arithmetic circuit في الدورية باستخدام بس multiplication والaddition for simplification فهنا مثلا ده أبسط مثال في الدنيا this is an arithmetic circuit بتلاتة gates two pluses dual two additions dual multiplication إنه أيمplement البولانوميال ده من منظر ده هقولك x1 وx2 هما الاثنين معمل لهم addition فده اللي هو أول bracket عندي وx2 وx2 اللي هو constant بتاعي ده معمل addition برضو اللي هم مفضول وكلهم مع بعض مضروبين مع x2 بالمنظر ده زي زي ما قلنا عدد الـ اللي موجود في الصورة دي هو 3 gates وx2 n variate بحيث إنه ما عندناش variable واحد إحنا عندنا أكتر من variable موجود جوه circuit بتاعتي دي تعالوا نبص على circuit معقدة أكتر شوية وهي circuit اللي بتشتغل على shutter 56 function بحيث إنه لو عندك shutter 56 بتاخد inputs h و m zero لو shutter 56 of m يساوي h وهترترن أي رقم تاني لو shutter 56 of m ما يساوي h ده a very simple مش very simple طمع it's complicated but it's an application of an arithmetic circuit وإزاي نحن نبروف a certain statement زي إنه shutter 56 of m تساوي h أو إنه h أو shutter 56 of m minus h equal zero لو دي ناحية تانية تبقى equal zero إن arithmetic circuit تقدر تثبت لنا validity بتاعت the statement ده بإنه بترجع zero لو فعلا M shutter 56 of m تساوي h وبترجع لنا رقم تاني لو أي حاجة تانية لو مش تساوي h ومثال معقد أكتر شوية إنه أنا عايز approve a signature معين زي بتاعت الصور دي فأنا بيجي لي a signature أنا عايز gates زي ما احنا قلنا فده في الأول في الآخر هي get represented بشكل polonomial أقدر أحاوله إلى arithmetic gates في المنظر ده فقالك إن أنا هيرتيرن zero طبعا لو رجعنا بصنا على circuit دي بتثبت signature إنه public key وعندي message وعندي signature بترجع zero لو signature valid on message M with respect to public key اللي إحنا كنا عاملينها فوق عايزين بقى نشوف إزاي بنبني snorks أو إحنا قلنا البندنج foundation بتاع snork هو arithmetic circuit أو هي مبنية من arithmetic circuit أو بنبني كل حاجة عندنا على arithmetic circuit لها ثلاث steps عندنا هما S P و V S P و V ببساطة هما selector أو let's call it مثلا starter أو حاجة بتبدأ لي ال protocol بتاعي let's call it protocol selector ده بيعمل إيه ببساطة هو بياخد circuit C مثلا لو أنا عندي circuit C زي اللي فوق دي بياخد circuit C starter بتاع ده بياخد circuit C وبيطلع لي PP وVP اللي هما public parameters لل prover والpublic parameters إلى وverifier parameters في معظم الحالات بيبقى عبارة عن دي من circuit الarithmetic circuit عشان طبعا لو حجمها عملاق زي مثلا بتاع tsharj 56 دي هتبقى حوالي 20,000 arithmetic gate فطبعا عملاقة جدا ان انا ادي له 20,000 arithmetic gate ده يطول في الوقت زي ما كنا بنقول لو بعت له message gigabyte عشان يبص على message gigabyte دي هياخد منه وقت طويل جدا فانا هبعت له زي summary من circuit دي بحيس انه ميضطر يبص على circuit كلها من اول الاخير هيبص بس على summary public parameter او prover parameters وverifying parameters وكمان بيطلق لي حاجة اسمها global parameter بس حتى نبص قوي في global parameter ده بس ببسطة ال global parameter ده بيبقى حاجة زي public key بيبقى موجودة للprover والverifier الprover parameter بيبقى موجودة للprover فقط وهي بتبقى عبارة عن حاجة شبيهة مثلا الrandom variable اللي احنا كنا بنعمله في quadratic residue وان شاء الله برضو هنعيد على النقطة دي في الاخر هنبص عليها مرة تانية عشان نجمع كل اللي احنا عملنا ده و الverifier parameter ببساطة هو الproof ذات نفسه الproof اللي احنا بنحاول نجيبه او في الحالة دي اللي احنا بنقولها هو او a statement sorry for the proof او بنستخدم الprover بقى بيجي يستخدم الprover parameters الprover parameters اللي اديتها له وبياخد a statement x و witness w witness زي اللي عند انا كان الexample بتاع quadratic residue اللي هو x بتاعي كان x بتاعي هو witness طبعا هنا هتخوط شوية لان statement هي اسمها x بس ببساطة بعد ما عملنا selection process ان على circuit طلعت pp و vp الprover هياخد pp والstatement x والwitness w وهيطلع لي approve pi الprover ده بيثبت ان انا عندي معرفة بالwitness w والverifier بياخد الverifier parameters بتاعته والstatement فقط ما بياخد الwitness وبياخد الprover pi اللي الprover عمله وبيverify الstatement دي بحيس انه الprover ده يأكد له ان الstatement x انا عندي معلمة عندي علم ان الstatement x تقدر تproduce witness w وده الarguement of knowledge فقط عشان نخليه لازم يبقى succinct succinct بمعنى انه حجم الproof اللي انا هعمله ده يبقى صغير جدا وحجم الverification اللي انا هعمله ده او ووقت الverification يبقى قصير جدا انه مش بس طبعا يعني هنقول كل الاحتمالات بس احسن احتمال انه يبقى logarithmic لو بصيتنا مثلا ان الproof ده يبقى حجم وممكن مثلا linear من حجم witness بتاعي اللي هو ممكن يبقى circuit كمالة او a very large polynomial او a very large prime number مثلا for example ان حجمه حجم الproof يبقى linear من حجم witness او actually sublinear بحيث انه مثلا for example لو ال witness بتاعي n يبقى الproof حجمه linear لn يعني 1n او 1x مثلا for example ولو 2n يبقى 2x لو 3n 3x او sublinear بحيث انه 1 يبقى 2n يبقى مثلا 1.5n مايبقاش بيسكيل properly مع الحجم يبقى بيسكيل اقل شوية من الحجم او طبعا انه perfect world يبقى logarithmic من حجم ال witness بحيث انه regardless حجم ال witness قد ايه يبقى still it's very short وvery fast وطبعا الكلام ده بيرضو يبقى verification انه وقت ال verification يبقى قليل طبعا وقت verification مش هينفع يبقى logarithmic من حجم ال statement لان ال statement لازم تبقى موجودة كلها فيبقى linear في حجم ال statement و sub linear او logarithmic من حجم circuit عشان كده بنديله summary بتاعت circuit بتاعتي بحيث انه هو يبقى نحاول على قد ما نقدر ان احنا خليه logarithmic وطبعا هنشوف الكلام ده في examples في المحاضرات اللي قتام بشكل يعني ان نقدر نطبقه بطريقة عملية نخش احنا هنمشي في space شوية نخش في commitments احنا ذكرنا commitments المرة اللي فات اللي هو انا عملت في quadratic crazy انا طبعا بذكر ده كلاما وان شاء الله في اخر المحاضرة دي هنبص على كل الحاجات دي نقدر نشوفها بعينينا عشان ما يبقاش terminology بنرميها وخلاص ما تبقاش terminology بنرميها وخلاص وهي commitments تعالوا نبص على commitment هقولها انه مثلا لما كان عندنا random bit or بنعمل لها generation لو انت بتشوف الفيديو دي ورابعد random bit or بنعمل لها generation وrandom bit or دي بنطبقها على الparanomia اللي عندنا فاطلع لي certain number هو ده commitment بتاعي دي حاجة equation او اي رقم حرف string كلمة اي حاجة بس لازم بلتزم بيها بتبقى معمولة باستخدام witness وبلتزم بالcommitment بتاعي ده على مدار ال transaction اللي هيتم بيني وما بين الprover والverifier اللي هيتم بينهم من بعض الcommitment ده لازم التزم بي على مدار المعادلة دي و في اخر خالص الانتر ممكن استخدم او افك الcommitment مهمين جدا وهم الbinding والhiding والhiding الbinding اللي هو انه ما ينفعش يبقى عندي two commitments او الcommitment منفعش يتقسم الى جزئين هو الcommitment هيفضل واحد ومش هيتغير على مدار الترانزاكشن كلها مهما كانت كام والhiding اللي هو الcommitment مش هيريفيل اي حاجة عن الdata زي ما كنا انه المرة اللي فاتت r و r في y لو ادان ر و r y هي هيقدر يستنبط منهم y فمش عايزين نعمل كده بس ببساطة الproperty زي اثنين مهمين بتوع وهما الbinding وهو بحيث انه يبقى ملزم وهو يلزمك بانك تلتزم بالstring او الكلمة اللي انت تبعتها دي وما تخرجش براها خالص وما ينفعش تبقى تجزق الى قسمين او تبقى كلمة في الاول وبعد كلمة تتغير وتاني property لها وهي hiding ودي الproperty بتارت zero knowledge ان هي ما تعملش اي revealing للdata اللي انا بحاول اعمل لها commitments او اللي انا بحاول اثبتها rather ببساطة العملية a family of functions for example عندي الفunction بتاعت the straight line f equals mx plus b m that stands for slope والb اللي هو y intercept امتى اللي بيخبط في y axis ببساطة لو جيت قلتلك a family او a function من الفاملية دي هما اي ارقام احطهم في m و b still يستي في ال equation او still في let's say الفيلد بتاع family of functions مثلا let's say f equals 1 x plus 0.5 مثلا for example دي تعتبر a function من الفاملية of functions و f equals مثلا 2 x plus 1 دي still a function من a family of functions من الفاملية of functions بشرط ان الرقامين اللي انت هتحطهم دول يبقوا بيستسفاي الفورميلة وبيستسفاي الاقوائشن دي ما يبقوش اي رقمين هبهازرد تحطهم وخلاص مثلا for example لو طبقنا على الرقم دي مثلا احنا عايزين real numbers لو حطينا الام ب2 و البي ب1 الفونكشن دي بتماب real number لreal number بان احنا بنمالتپلاي الانبوت باي اثنين لو حملنا 2x بلوس 1 بعكم نضيف عليه 1 يبقى الresulting بتاعي الف لما جي حط مثلا الاحس اغيرها خليها ب1 هيطلع لي ب3 ولو حطت negative 1 هيطلع لي negative 1 ونفس الكلام لو عايز استخدم family مختلفة ممكن احط الام ب negative 0.5 وال ب4 مثلا for example بحيث ان انا مثلا لو قلتلو f 0 يديني 4 ولو ف 1 يديني 3.5 direct substitution بحيث انه still يحقق المعادلة كل واحد لما حطيت الارقامين مختلفين لل m اللي هو slope وال b اللي هو y intercept still ادوني او عملولي satisfying لل equation اللي هي تبقى real number be map to another real number ال commitments ببساطة انا بيبقى عندي a certain function زي دي او polynomial rather باستيق لل polynomial بدي polynomial value زي مثلا لما كان 2x plus 1 بدي value x بدي value random لل x وبالتزم وبطلع له output f مثلا وبقوم باعت f بتاعي ده اهز commitment ولازم هالتزم بالقيمة بتاعة commitment دي على مدار transaction كله طبعا هنشوف الحتة دي in more detail قدام من ناحية ال commitment او الاس او معلش الاس برضو هنا جماعة لها اسم وهو ال start بتاعي starter بتاعي او setup بتاعي هو اللي بيسجلي ال pp و vp عشان نسيت اقول لكم كلمة setup دي عشان هقرها تاني كتير ببساطة انا عندي polynomial function بعمل عليها حاجة اسمها commitment scheme اللي هنمشي عليه واللي هنشتغل عليه قدام وفترة طويلة في plonk system هو kate commitment scheme مش هتطرق فيه قوي دلوقتي لانه كبير بس commitment scheme ببساطة هي طريقة بتقولك ازاي هتجنريت commitment بتاعك وازاي ازاي هتجنريت commitment بتاعك وتبعت commitment بتاعك ازاي conditions اللي هتعملها هي دي commitment schemes in short انا بcommit to a certain value a secret value دي بتبقى a fixed size string string حاج مسابت generated من secret value دي mostly using a cryptographic hash function زي مثلا tshatlo 56 بتديني fixed size عشان كي يبقى fixed size ان هي دايما هتطلع a 64 hexadecimal bits او 256 bits ان هي دايما fixed size مكونة من secret value يعني بعمل hashing على secret value عشان يطلع لي القيمة او string دايما هلتزم بي once ان انا عملت commitment بتاعي او القيمة اللي هلتزم بيها الprover بعمل على commitment داي prover بعمل على commitment داي proof وان هو يعرف secret value اللي عملت generation للcommitment دايما او عملت hashing للcommitment اللي موجود عندي دايما من غير ما الموضوع الprover طبعا بيتعمله construction ازاي بset of mathematical operations داي بتبقى برضو تابعة لcommitment scheme وكمان البرتوكول اللي احنا متابعينه بعد كده لما بابعت لل verifier بابعت للprover اللي انا عملت له generation والcommitment بتاعي والprover عشان اثبت للprover ان انا عارف secret value داي من غير ما اقوله value هي عبارة عن ايه لازم طبعا يبقى generated in a certain way زي ما عملنا في الكوادرات الكراسي دي وبحيث ان انا ما اكشفش اي حاجة عن الموضوع بتاعي ما اكشفش اي حاجة عن القيم بتاعتي وفي نفس الوقت اثبت بconfidence عالية جدا ان انا عارف القيمة اللي موجودة عندنا دي في عندنا نوعين من الcommitments وهما اللي هنشتغل عليهم mostly اكشي هنشتغل على واحدة بس منهم هي polonomial commitment في عندنا نوعين من وهم polonomial commitment وال multilinear commitment ال polonomial من اسمها polonomial بس لازم تبقى univariate ما فيهاش غير متغير واحد فقط والdegree بتاعتها تبقى utmost t دي ده بيتحدد في الاول خالص من ال set-up بتاعي وال multilinear المultilinear زي ما قلنا هي عكسة تقريبا polonomial بالضبط بحيث انه عندها كذا variable مش it's not univariate عندها كذا variable والdegree بتاعتها تبقى utmost one مش هتعدي one وطبعا عندها تاني vector commitments اللي هي ودي مش هنبص فيها خالص احنا هنركز اكتر على polonomial commitments تعالوا بقى نبص على polonomial commitments in depth في بناء polonomial commitments اللي بيحصل ببساطة انا عندي بسم الله الرحمن الرحيم ببساطة انا عندي a polonomial a circuit a polonomial بعملها into a circuit والcircuit دي او عندي a circuit بحاولها into a polonomial او عندي an equation بحاولها a circuit ومن circuit دي بحاولها into a polonomial وده هنشوفه في الفيديو ان شاء الله بتاع plonk in detail هناخد مسألة step by step بازاي موضوع ده بحصل وبعد كده ما باخد a polonomial ده بعمله بديله random value وام بديله زي ما قلنا هنعمله hashing هيطلع لي a hashed value هي دي الcommitment بتاعها بعته للprover للverifier sorry والverifier هيعمل ايان كان تعالوا بس نبص على جزء كبير وهو foundation بتاع النص وهو non zero polonomial اللي هو مثلا لو عندي a polonomial مش بي evaluate to zero at all points يعني مثلا polonomial لو حطيت x مثلا عنده بقيمة معينة ال x ده ي evaluate to non zero ما يبقاش equal zero في الآخر وطبعا ده احتماله بسيط جدا بس ده building block بتاع النص انا قلت building block كتير في كذا حاجة بس building block اللي بيتوحل لنا ان احنا نعمل النص النص ال concept بتاع equality بتاعنا بحيث انه مثلا for example او ازاي هو بيتيح ده احنا لو عندنا a non zero polonomial ال polonomial مش evaluate to zero هو مش vanishing at a certain point مش بي evaluate to zero احطت مثلا x5 يطلع لي one او seven ما يطلع ليش صفر باحتمالية طبعا مواطية جدا انا لو احتمالية ان ال polonomial ما يطلع ليش zero هو degree بتاعت ال hashing function وهي 2 power 40 على ما اظن على عدد ال possibilities اللي موجود عندي والهي two power 256 فلو اسمنا عدد اللي احتمالي انه يطلع لي مش vanishing polonomial او مش vanishing value اللي هتطلع لي هي or اللي اعيز عمل لها generation دي اللي هتطلع لي انه ما تنفز ليش او ما تبقاش a vanishing polonomial او non zero polonomial هي two power 40 اللي على عدد اللي عندي اللي two power 40 على two power 500 two power 256 sorry اللي هيبقى تقريبا ten times ten power negative 66 اللي هو one على تقريبا واحد جنبي 67 صفر طبعا دي حاجة عملاقة جدا فنجل جبل انه مش مش محتاج ادوال انه ممكن تبقى مش vanishing فيبقى عندي اللي يتيح لجزء security انه فعلا ممكن ما تبقاش vanishing ما تبقاش بzero اللي متيحة لجزء من الخطأ لو اعطت اريبيت الoperation d over and over again ممكن يخبط بصدفة في واحد من non vanishing او non zero او لو انا اعرف non zero زادت نفسه هيبقى عنده فرصة واحد على عشرة جنبها 66 صفر انه يزبط لي ان هو يعرف ده وطبعا العملية دي كبيرة جدا انه يقدر يخبط في حاجة بالحظ لو خبط في حاجة بالحظ يحقلي ان انا اعمل معا الانتبا اكشن دي الصراحة يبقى دي non zero polynomials في protocol لل non zero polynomials in particular اسمه equality test protocol ان انا عايز عندي two polynomials وعايز اتست equality ما بين polynomials ونرجع للشكل الزريف اللي احنا كنا عارفين ودايما من المحاضرة اللي فاتت هو ان انا عندي a verifier الverifier ده عنده a polynomial f و a polynomial g two polynomials هيعمل عليهم a hashing function مثلا shot 56 هتطلع له random value r هيقوم اديها الى prover بتاعي الprover هنفترض ان هو معاه الvalue هنفترض ان الprover معاه الprover لذات نفسه الf والg هيقوم ببساطة واخر الrandom value الverifier بعته ده زي ما كنا عاملين الbitz اللي هي 0 وال1 مع الفرق ان الverifier هنا اللي هيبعت لي الrandom value فهنا هياخد الprover الrandom value ده اطبق ال r هطبق ال f البرانوميا ال f هحط جوا ال r هسبستيوت ال r دي وهسبستيوت في g جوا بال r برضو هسبستيوت ال r جوا ال g برضو هيطلع لي y y prime سموها y و x سموها اي حاجة في الدنيا انتم عايزينها وهنبعت للverifier بتاعي الvalue اللي تلعت لي لما حطيت r في البرانوميا اللي اسمه f وال y اللي هي لما حطيت r في البرانوميا اللي اسمه ببساطة هي accept under two conditions. لو البروف فعلا انت مديهم لدول هما valid proofs لانه مع الف والجي فهي تست وان كمان الواي هيساوي الواي برايم انا بحاول اقتست هل البولونوميال ده يساوي البرونوميال ده هيتست ان الواي ده يساوي الواي برايم باكتر من طريقة انه مثلا يمينس الواي من وي برايم فيديني زيرو لو طلع انه هو بزيرو فيطلع الاثنين هما فعلا سيميلر او باكتر من طريقة احنا بس هنركز في طريقة انه هو مثلا لو اداني two polynomials او two values همينسهم من بعض لو اداني zero يبقى يبقى equals لو اداني اي حاجة ما يبقوش equals وهو ده equality test protocol وده مهم جدا من اهم البروتوكولز في الجنريشن بتاع السناركس او في شرح الجنريشن بتاع السناركس بس الحد دلوقتي لو احنا بصينا على السلايدز وكل الكلام اللي انا بقوله ده احنا قلنا ان السناركس هي succinct non interactive arguments of knowledge احنا كل ده مركزين على جزء ان هي تبقى succinct تبقى short وfast وverify وان هي an argument of knowledge is proof بس اجسبنا جزء كبير جدا عملاق منها وهو ان هي non interactive والعملية اللي احنا شايفينها قدامنا دي هي عملية interactive صرف ان الverifier بيبعد حاجة للprover والprover بيبعد حاجة للverifier والverifier بيأكسبت بناءا على اللي prover بيبعت له فدي عملية interactive احنا عايزين نخليها non interactive عشان تبقى snark قالك عندي طريقة جميلة تسمح لي ان انا اخلي العملية دي الانتراكشن اللي بيتم بين الprover والverifier ده non interactive اسمها فياتشامير transform الفياتشامير transform ببساطة الفيرفائر هنا احنا قلنا بانه بيعمل بيكمبيوت الهاش ميسجش الهاش فاليو بتاعت الف والجي عشان يطلع لي الار لو جينا بصينا هنا هقوله ان لا هخلي الprover هو اللي هيكمبيوت ده وهيبعات لي كل الكلام ده مرة واحدة بحيث ان انا اكسبت بس ابص عليها بس ازاي لو بصينا عندنا هنا الفياتشامير برضو عشان نشرحه ان دف هو بياخد القيمة يجنريت هاش من الكميتمنت ده ويقوم عامل كمان جينري ويقوم الهاش من الستيتمنت بتاعتي اللي هي تبقى موجود عندنا اي ان كان لتو بولانوميالز اللي عندنا الاتنين موجودين الاحس ده اللي هو الكميتمنت بتاع الاف والجي اللي موجودين عندنا هو هيعمل الهاش للأكس هاش للستيتمنت دي وهيطلع الار بنفسه مش هيستناه انه يجيلهم الverifier هيطلع الار بنفسه وهيعمل بقى العملية اكينه خدها من الverifier يعملها على الاف ويعملها على الدي ويجنريت الواي والواي برايم والبروف بتاعتهم ويبعتهم للverifier بحيث انه ما يضطرش يبقى فيها عملية رايحة جاية يبعتهم للverifier الverifier هيبقى معانه لنفس الستيتمنت طبعاً أنا هيبقى عندي الويتنس الverifier مش هيبقى عنده الويتنس إحنا قلنا في الأهم ثلاث عمليات موجودين في الجنريشن بتاع السناركل الـ S والP والV إن في الـ P البروفر بيبقى معاه Prover parameters والstatement والويتنس بيعمل منهم proof والverifier بيبقى معاه الverifying parameters والstatement والبروف هنا برضو نفس الحالة عنده دول عمل جنريشن لproof pi الproof pi ده الverifier هياخده along with الverifying parameters أو في حالتنا الـ summary بتاعت السيركت والstatement ذات نفسها اللي هي الـ commitment بتاع الـ F والcommitment بتاع G وهو ذات نفسه ما بينه وما بين نفسه هيverify الـ statement أو هيverify الـ proofs والـ random values دي بأنه هو يقوم عامل ذات نفسه تاني hashing للـ F والـ G هيطلع له R ويقوم عامل يتست الـ proofs بتاعته دي ويشوف هل تطلع صحة ولا لأ وبكده نقول نكون عملنا elimination لعملية الرايح جاي إن أنا أضطرها أبعط لك حاجة وأنت تعملها لأ أنت من عندك من الأول هتجينريت الـ R بتاعتك دي وتكمبيوت الـ R ده في الـ Y والـ Y prime respectively للبرنامية الـ F و G وهتبعط لي الـ Y والـ proofs بتاعها والـ Y prime والـ proofs بتاعها من غير ما أنا أكون باعت لك في الأول الـ R وأنا هقوم عامل بعد ما تجيب لي الحاجة دي تاني هكمبيوت الـ R وأتست الـ validity بتاعت الحاجة دي اللي أنت باعتها دي أكننا بدأنا من الأول وكنت باعتت لك ده من الأول بس أنت اللي هتعمل الخطوة الزيادة دي عني بحيث إن هي تبقى non-interactive محتاجش إن أنا مثلاً فور إجزامبل لو بحاول أبروف مثلاً إن أنا معايا سورة original أنا مش هقعد أعمل interaction مع كل حد هيبص على الجريدة أو هيبص على الـ article بتاعتي مش هقعد أعمل معا interaction عشان أثبت له إن أو الـ algorithm بتاعي رادر هيعمل الـ interaction مع الـ algorithm بتاعه إن هو يثبت له الـ validity بتاعت الـ signature أو الـ validity بتاعت الفوتو أو الـ statement أو أي حاجة لأ أنا هعمل proof وإنت كـ verifier كل الـ users دول كـ verifiers تقدر تاخد الـ proof ده وتشتغل عليه إنت بينك ومن نفسك وتقدر تـ verify الـ statement دي من غير ما تضطر تتعامل معايا ويبقى من بيننا كلام رايح جاي زي ما قلنا بقى في الأخذ خالص هنعمل زي generalization لكل اللي إحنا كنا بنقوله ده بحيث إنه تبقى الموضوع بيين لكم دي كتأخر محاضرة معلش أنا أسف في السورة blurry حاول أعملها بطريقة أفضل وارفعها لكم ببساطة إحنا كنا بنقول إن approver wants to prove إنه he knows a certain quadratic residue x satisfies the equation wherein quadratic residue x modulus any dny إحنا نقينا إن الـ modulus بتاعنا هيبقى 13 وجبنا كل quadratic residue x modulus 13 اللي هما كانت الأرقام اللي موجودة عندنا دي ونقينا الـ statement اللي إحنا هنسبتها اللي إحنا محتاجين نسبتها اللي هي 3 equals 4 squared modulus 13 اللي هو 16 modulus 13 فعلا بـ 3 الـ witness بقى بتاعنا تعالوا نبص على الـ terminology في الصورة دي أنا ما شرحتوش المرة لفاتت باستفاضة المرة دي بقى نقدر نشرحه باستفاضة الـ witness عندي هو x إن أنا عايز أبروف إن أنا عارف x يـ verify الـ statement دي بحيث إن أنا لو شلت الـ 4 squared دي عندي ملايين الحاجات تقدر تطلع لي 3 لو عملناها modulus 13 أو الـ prime number اللي هو 13 لو عملناها modulus تطلع لي 3 أنا عايز أزبت إن أنا عارف الـ 4 d ذات نفسها وهي دي الـ witness الشاهد اللي بيدل إن أنا عارف الـ statement بتاعتي عندي الفيلد بتاعي الفيلد of values اللي موجودة عندي اللي هو الـ set of values اللي هو 1 و 3 و 4 و 9 و 10 و 12 الـ y والـ n دول ممكن تعتبروهم parameters موجودين عندنا الـ random value الـ r اللي إحنا عملنا لها generation D إحنا زمان قلنا إن إحنا بنقيها randomly لا إحنا مش هنلقيها randomly دي hash function اللي هتجب لنا الـ r ده وإحنا هنستخدمها بناءنا على الـ hash function اللي هتعملهن خدنا الـ random value r دي وعملنا لها computing على الإكويتنج اللي موجودة عندنا دي عملنا r squared modulus n لأن اللي هي 13 طلعت لي 3 وامتبعت للـ verifier و 3 ده بقى الـ commitment بتاعي يعني دي الـ commitment polynomial أو هي طبعا مش polynomial بس هنعتبر إن دي الـ commitment polynomial بتاعنا طبقنا عليه الـ random value r طلع لي a value الـ value دي هي الـ commitment بتاعي بعتها للـ verifier prover بعد الـ value اللي هي الـ commitment اللي هي 3 دي إلى الـ verifier under the name s بحيث إنه أنا هضطر ألتزم بالـ value s اللي هي تساوي 3 دي على مدار الترانزكشن كله ما ينفعش أغيرها وما ينفعش إن هي تبقى بتكشف حاجة عن الـ value بتاعت x أو y أو حتى n بعد كده الـ verifier هي تساوي ويبعت لي a random value يا 0 يا 1 هقول له مثلا لو 0 لو أنت عايز تعرف n و 1 لو أنت عايز تعرف y هيقوم بعيدت لي لأنه وبعتلو r و r في x هيقدر يعمل x على اللي هو مثلا لو بعتلو r لوحدها و r في x مثلا اللي هي y هيقسم y على r هيديني x وده طبعا هيبقى مش zero knowledge فهنا قلت له لا أنت هتنقي حاجة من الاتنين لو أنت عايزها فهو هي عشان ما يبقى deterministic هيقوم هي flip a coin وينبعت لك يا 0 يا 1 لو 0 هنحط في الإكوشن بقى عندنا ده البروف بتاعنا ده البروف بتاعنا اللي موجود هنا ده اللي هو الإكوشن بتاعنا لو 0 هيحط generate البروف بتاعي بقى لو 0 هيبقى r في x power 0 اللي هو r هيقوم بعيدت له الـ r بتاعي اللي هو الـ random value اللي مفروض ده عملت لها هاشنج هيقوم واخد الـ r ده يعمل له square modulus 13 ويشوف هل هو فعلا يقارن يوازي أو يساوي الـ commitment value اللي انت كنت تبعاتها لي في الأول خالص عشان كده لازم نلتزم بالـ commitment value ولو 1 برضو هنلتزم بالـ commitment value لو 1 هيبقى r في x power 1 اللي هو r في x اللي هو 9 على 4 بـ 36 هياخد الـ 36 ده يسكويرت ويعملها برضي وموديلس 13 هتطلع لي benign اللي هي في الأول وفي الأخر الـ y times ls الـ y times ls اللي بتبروف ان أنا عارف الـ x لان أنا لو معرفش الـ x مش عارف اطلع لك الـ y والـ s مضروبين في بعض بس طبعا زي ما قلنا ما كانش ينفع عديك الـ 2 مع بعض الـ y في s وديك كمان الـ r لانك هتقسمهم على بعض وهتطلع لي الـ x اللي موجود فهديك اه زي ما قلنا الـ r 9 على 4 بـ 36 36 squared موديلس 13 بـ 9 وهو الـ s في الـ y يبقى كده بصينا الـ witness عندي هو x الـ random value عندي هي 9 الـ polynomial اللي هنفترض ان ده الـ polynomial اللي بتاعنا اللي هو r square mod n الـ commitment اللي هو s اللي هو الـ value تساوي 3 والـ random bits اللي هيبعتها هي 0 يا 1 الـ proof بتاعي اللي هو بالمنظر ده اللي هو rx power b اللي هو z عندي هو ده اللي هيبقى proof اللي انا هرقم اللي هرجعه له وهو هيفيريفي بالمنظر ده ان هو يتشك ان الحاجات تساوي الـ commitment value اللي انت مدقين دي ما نفعش تغيرها ما نفعش تغيرها وما نفعش تغيرها مختلفة عن الـ commitment value دي بحيث ان اتأكد انك مش malicious مش بتحاول تجنريد حاجة او تاخد مني معلومة for free او معلومة من غير ما expose حاجة عن الموضوع بس طبعا احنا في كل الحاجات اللي احنا ذكرناها فوق دي هي مش zero knowledge لان انا وديته الـ y prime الـ y و الـ y prime وهو معايا اصلا الـ r هو اللي عمل الـ r فهيقوم مطبق الاتنين عليهم وهيقدر يجيب الـ y فانا قريدي مديله الـ y ولا الـ prime فهيقدر يجيب الـ لذات نفسهم فده مش zero knowledge احنا قلنا هنسيب الـ zero knowledge snarks الى محاضرة اخرى فده مش zero knowledge بس المثال اللي انا مديهلكو هنا ده هو zero knowledge بحيث انه بحشات leaking لـ information بس انا قلت انه هو احسن حاجة ان احنا ندومنستريت على الـ example اللي احنا قلنا ده عشان الامور ما تبقاش بالنسبة لكم terminology بس انا عمل اقول كلام commitment witness verifiers وهكذا والكلام الكبير ده من غير ما تبقوا شايفينها قدامكم وده مثال محلول تقدروا تشوفوا الفيديو اللي فات موجود حل المثال ده in steps انا برضو عبت عليها سريعا ان شاء الله المرة الجاية هنناقش either الpronk protocol او الinteractive protocols اللي ده كان non interactive snark non interactive ممكن نناقش الانتر اكتف وهو اللي هو ده برضو كان انتر اكتف شوية بس انا هنناقش بقى الحاجات اللي من جعلها صلى الحاجات اللي جوه الinteractive proofs زي ما عملنا كده مع السناركس ان شاء الله او ان شاء الله ممكن نخش في الpronk على طول الpronk protocol وهو اللي ان شاء الله هنشتغل عليه على مدار الكورس ده وبس كده هرجو انكم تكونون بخير وهنكتفي بهذا القدر النهاردة وهشوفكم المرة الجاية ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة